نحن من حيث أنه كل واحد بحتاج أو كثير من الناس بحتاجه للمساعدة ودائماً في أسئلة فيما يخص ضريبة الدخل وهذا اللي احتنا مخصصين هاي الفقرة خلينا نبدأ في قوانين عم تتغير مين الملزم أنه يقدم إقرار ضريبي صباح الخير أولاً طبعاً شكراً لكم أنكم طرحتوا هذا الموضوع في هذا الوقت من السنة وهي الفترة اللي الكل بعرف هي فترة تقديم الإقرارات الضريبية اللي بتمتد بين واحد واحد لثلاثين نيسان للملزمين الآن في لغط وزي ما حكينا قبل الهواء على موضوع أنه كان بمشروع القانون القديم أنه في معلومة أنه أي واحد فوق التمنطاعش لازم يروح ويقدم إقرارات ولكذا لا التحديث الأخير بالقانون أكيد هذا مش موجود وحبت أبدأ فيها دي عساس ما ننسى المعلومة هاي نشير لها الملزمين بتقديم الكشوف القانون حددهم وأنا رح أختصر وأعطي يعني خنقول يعني معلومات سريعة ودقيقة شوي باختصار أصلا أول إشي من هم أنواع المكلفين أنواع المكلفين خلينا نقسمهم لقسمين في أفراد وفي شركات تمام الشركات هنحطهم على الجنب الشركات على إطلاقهم ملزمين بتسليم كشف التقدير الذاتي نحطهم على جنب خلينا على الأكثر الأفراد والأفراد قسمين القسم الأول هم موظفين أو مستخدمين تمام والقسم الثاني هم أفراد أصحاب أعمال إما خدمي إما صناعي إما تجاري وفي حرف بسيطة وفي خبراء وفي مستشارين وفي إلى آخرين هذولا الثانين بجمعهم سواء الأفراد إذا كانوا مستخدمين أو أصحاب مهن وحرف وأصحاب محلات تجارية مؤسسات فردية بنسميها بجمعهم هذولا معلومة واحدة هم إنهم إذا دخلهم أكثر من إعفاءاتهم ومن يجي على موضوع الإعفاءات برضو بنحطه بنحكي فيه على انفصال إذا دخلهم أكثر من إعفاءاتهم هم ملزمين أصلا بتسليم كشف التقدير الذاتي هذا أولا والتاني كمان مين أشخاص المسجلين بضريبة المبيعات للأفراد اللي هم من غير الموظفين يعني فيه ناس مسجلين بضريبة المبيعات هذا ما إلو علاقة الدخل سواء عالي أو واطي لازم يقدم إقراره الضريب إحنا خلينا نحكي أكثر يمكن بعتقد على الأفراد والمؤسسات الفردية نترك المبيعات والشركات عشان نحدد يعني أكثر طيب هلأ قديش لازم يكون ماكسيموم الدخل عشان الواحد يقدم ضريبة الدخل أو مينموم يعني إذا كان غير موئيل شخص غير موئيل إذا دخله أكثر من 9000 دينار بالسنة ملزم بتسليم الكشف التقدير الذاتي أو الإقرار الضريبي إذا كان موئيل برضو إعالي برضو إلها يعني يعني صفة إذا كان زوجته عاملة إذا كان متزوج وزوجته عاملة هو فقط على 9000 بده يشتغل إذا كان زوجته غير عاملة تمام وربط بيته مائله بصير دخله 18000 دينار يعني إذا دخله أكثر من 18000 دينار ملزم بتسليم كشف التقدير الذاتي أقل من ذلك غير ملزم بتسليم كشف التقدير الذاتي أنا جبت سيرة المبيعات لأنه إذا هو من الأفراد بعض الأفراد مسجلين بضريبة المبيعات تمام إذا كان هو منين مسجلين بضريبة المبيعات بنروح على الإلزام عملية إلزام بتسليم كشف التقدير الذاتي من هون مشان هيك ذكرت موضوع ضريبة المبيعات ذكرت خلال حديثك أستاذ عن موضوع الإعفاءات شو هي الإعفاءات اللي إحنا هون عم نتحدث عنها تمام الآن القانون أعطى لكل عائلة 5000 دينار إعفاء غير التسعة خلينا نتفق بتسعة عائلة تسعة لزوجته إذا غير معيل ومعه لغاية 5000 دينار إنه ينزل إعفاءات موزعة كما يلي الخمس ألاف دينار هم إذا كان عندك بند من أربع بنود شو هم اللي هي دراسة بالدرجة الأولى سواء من الحضانة إلى الجامعة تمام وسواء داخل المملكة أو خارج المملكة دراسة تنين اللي هي علاج داخل المملكة أو خارج المملكة أيضا ثلاثة اللي هي عقد إيجار إذا أنت مستأجر هنا عقد إيجار مصدق لازم الرابعة إذا أنت ما أخذ قرد سكني سواء مرابحة أو فائدة من بنك هذول الأربعة لكن هذول ملزم أنت بتسليم مستندات يعني ما بيزبط تروع الدائرة تقولهم والله أنا بدرس ابن أولادي أنا كذا أنا كذا ما بيزبط بيكون معاك وصوله بهذا الحكي فهذول الآن المعلومة اللي لازم نعرفها هنا الخمس ألاف يعني ما بيصير ياخدهم واحد وما بيصير ياخدهم الأولاد مثلا خمسة لا أنت معاك لثلاث أولاد معاك من ألف ألف دينار لكل ولد أب تثري يعني معاك لثلاث أشخاص ماكزمهم ألف دينار ماكزمهم ألف دينار وإلك شخصي ألف دينار ولا زوجتك ألف يعني ما بيصير بتاع زوجتك تاخدها إلا إذا كان فيه موضوع ضم الدخل أو إيش بالنسبة للإعفاء بالنسبة للإعفاء نعم يعني عندك ولد بالمدرسة أو بالجامعة وخنون مصاريفه خمسة ألاف دينار ما بيصير تنزلهم متنزل منهم ألف يعني ما بتجير الإعفاء لشخص يعني خليني أشوف أنا مثلا أتأكد هلأ شخص عليه قرد سكني وبدرس ولد بالجامعة وعنده علاج أيهم وإيش ضل الرابعة الإيجار بيت إيجار بيت قرد سكني مثلا قرد سكني فائدة البنك إذا ألف دينار خلص ما بيحتاج مدارس إذا عنده واحد بالمدرسة عنده وصلي بألف دينار بيحتاج إيش الثلاثة يعني أي واحد من الثلاثة أو بقدر تجمع يعني إذا أنت إذا تجمعهم أبتقدر تجمع مثلا واحد عنده خمسمائة دينار إيجار بيت وعنده خمسمائة دينار مثلا خلنا نحكي مثلا وصل المدرسة بنجمعه هلأ إذا مثلا واحد بالأولاد أنت عندك ستمائة دينار بتنزل ستمائة دينار ما بتنزل ألف يعني أنت ولد في المدرسة بتدفع له ستمائة دينار بتنزل الستمائة مقبول يعني معاك أكثر إيشي ألف ماكسيم ألف ماكسيم ألف طيب كمان أستاذي حابين نعرف يعني إحنا من بداية السنة من واحد واحد بلش نحكي عن إقرارات الضريبية أدي الفترة الموجودة واللي بتمنحها يعني دائرة الضرائب هلأ للملزم للملزم لثلاثين أربعة لثلاثين نيسان يعني من واحد واحد تبدأ إحنا الآن في الذروة تقريبا من واحد واحد بدأ الموسم الضريبية عن سنة الواحد وعشرين لغاية ثلاثين أربعة هذا للملزمين هلأ للمش ملزم أدمادار السنة بقدم ما علي غرامات ولا عنه مشكلة هلأ خلينا كمان أكد معلومة هلأ للمش ملزم وحب يعني يعمل كليرانس وحب يقدم ما في مشكلة يعني القانون بسمح بتقديم إقراره الضريبية يعني ما في ما يمنع أنه يقدم نعم طيب كمان أستاذي يعني ذكرت عن ضم الزوجة والزوج أنه يكون الراتب يا يفضل هل يفضل أنه تضم الزوجة راتبها إلى الزوج دمام هلأ 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 من بيستفيد بالحالة هاي أصحاب الدخول المنخفضة يعني أنا حكيت هلأ العائلة مثلا إلها تسعة بتسعة بخمسة ثلاثة وعشرين ألف دينار هلأ الشخص مثلا راتبه تسعة ألاف دينار وزوجته راتبها أربعة ألاف دينار هذا بيستفيد من الضم لأنه فيه فارق بالإعفاء هي إلها تسعة راتبها أربعة فيه خمسة ألاف دينار هدولة ضايعات فعنده حالتين إما أنه بضم الدخل مع بعض وبقدمه إقرار مشترك وبيأخده إعفاءات العائلية اللي هي لا تتجاوز للعائلة الواحدة تلاتة وعشرين ألف دينار حكناها تسعة بتسعة بخمسة تمام؟ تسعة بتسعة بخمسة تلاتة وعشرين ألف دينار فهو إما بيأخدها بحطها بكشفه وبضم دخل زوجته معها بيأخد إعفاء العائلية تماما كامل أو هي بتقدم إقرار منفصل وبتاخد التسعة ألاف دينار والألف تبعاتها تمام؟ وهو بيأخد فهي بقدر يعملوا الشيرينج بموضوع الإعفاء هي بتاخد أربعة هو بيأخد خمسة هي بتاخد خمسة هو بيأخد أربعة المهم بالمجموع لا يجوز أن يتجاوز الإعفاء طبعا هذا بموافقة الزوجين يعني ما بصير كذا بس في معلومة بدأ بينا افرضوا واحد راتبه عشرين ألف دينار وزوجته راتبها خمس عشر ألف دينار أو عشرين ألف دينار هنا ما لهم مصلحة بالضم بصير عقص لا ليش؟ لأنه شرائح لأنه هنا هو دخل لما جمعهم بملف واحد بملفه راح بشرائح بتعرف الضريبة ما هي بتبدأ بخمسة عشرة خمسة عشرين خمسة عشرين إلى 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 تلاتين بالمئة لأصحاب الملايين تمام؟ الآن إذا ضموا الدخل وكان راتبهم اثنين عالي هون دخلوا بشريحة عليا فالأفضل كل واحد لحاله يأخذ إعفاءه ويغرسه يعني قديش لازم يكون المجموعة الدخلين عشان يستفيدوا من ضم الدخل هي ما في حالة وحسب شو الإعفاءات اللي عندهم هلا هو تسعة بتسعة تمنتاش يعني هم بيني تلاتة وعشرين ألف دينار إذا هي مثلا اثنى عشر ونص خليلو هي اثنى عشر ونص او اهداش ونص بهداش ونص واتشز تلاتة وعشرين توتالهم هون ضلوا بنفس الشريحة حتى لثمانية وعشرين خلينا نكون يعني أكثر دقة لثمانية وعشرين ما تغير شي إذا مجموعة دخلهم ثمانية وعشرين ألف دينار ضلوا بالشريحة الدنيا ليش؟ لأنه لأنه تلاتة وعشرين تلاتة وعشرين ألف دينار زائد الخمس تلاف اللي هي الشريحة الأولى لساتنا برينج الشريحة الأولى اللي هي الخمسة بالمية هلا إذا نط عن التمانية وعشرين ألف أو قفز عن التمانية وعشرين ألف لا الأفضل إنهم طبعا يعني أستاذي هو يعني خلينا نعمل زي ملخص ثم عبارة عن شرائح كل شخص بقدر يشوف مجموع راتبه ومجموع راتب زوجته إذا هم بتخطوا الشريحة اللي هي بتكون عليهم ضريبة أقل يفضل يظلوا منفصلين كل حدا يأخذ الإعفاءات تبعته ويعلم إقرار الضريقة بالإعفاء أو بعمل وبيقدر يعملوا شيرين طب كشخص يعني أنا يمكن ما يكون في عندي إطلاع على الموضوع هذا اللي بتعلق بالضرائب كيف أنا بقدر أني أقدم على الضريبة هل أنا دائما بحاجة أني ألجأ لا خبير للأسف إحنا من قبل سنوات كانت الدائرة تستقبل كشوف باليد فكان الموظفي يصلح لو في خطأ بالكشف يصلح هلأ انتقلت مسؤولية تقديم الإقرار الضريبي على المكلف نفسه لذلك بقدر ما هو بسيط جدا لكن هو في نوع من الخطورة لأنه إذا أنت قدمت وإنت على عادقك تقدم وأي خطأ قد يستخدم ضدك الآن خلينا نقسم برضو الموضوع لقسمين المستخدم الموضوع بسيط جدا يعني أي شخص إله بالآي تي أو حتى لو مش هو ابنه أو بنته الموضوع بسيط يعني إذا أنت بتاخد يوزر نيم وباسورد وتدخل على الصفحة هم ثلاث أرقام عندك أنت دخلك إعفاءك يا متزوج يا مش متزوج وضريبتك وإذا في ضريبة مختطعة الموضوع بسيط جدا للمستخدم الآن لصاحب المهني وصاحب التجارة برضو برضو مو صعب إذا كان عنده خنقول مبادئ المبادئ هل الدائرة هو مش مقصرة ولا إحنا كجمعية خبراء الضرائب خبراء ضريبة الدخل والمبيعات ولا خنقول في جهات كثيرة عم تنشر فيديوهات الآن الجوجل التوب ما خلى إشي الآن أي شيء تقدر تدخل ممكن تتفقه أو تأخذ هيدلايز لكن ما تقدر تغوص أو إذا فيه شيء فيه نوع من التخصص بالشغل أعتقد أنه يعني ممكن تلجأ أقل ما فيها تسأل يعني أقل ما فيها أو يكون عندك هذا حتى ما تخاطر نعم فالموضوع بقدر ما هو بسيط لكنه يعني ما تقدر نقول عنه معقد بس هو برضو إله 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 خنقول يعني أسرار وإله شغل ممكن تكون شوي خادعة نعم حتى يعني فيه شغلة تانية من موضوع تقديم الإقرار الآن مثلا المستخدم ما فيه مطلوب منه إلا شهادات هالرواتب الكذلك الآن أنا حكيت على الملزم أنا حكينا مثلا على إطلاقه أنه أنه يكون دخلك أكثر من من إعفاءاتك أنت بتكون ملزم هل كثير من الأشخاص بكون قد يكون مهني قد يكون صاحب بزني صاحب محل تجاري وقولك طب أنا مش واصل عملية أنك يواصل أو مش واصل هذا هذا الإيراد لابد من إثباته أنت لازم يكون عندك متحافظ عليها أنت ملزم إذا كنت مهني أو كنت صاحب عمل أنت ملزم يكون عندك على الأقل دفاتر على الأقل فواتير دفاتر بالإيرادات دفاتر بالمصاريف حتى لو سئلت أنه أنت كيف قررت أنك أنت مش ملزم يكون عندك دوكوماس تدافع فيها عن حالك بخلاف ذلك لا أنت يعني لأن هذه مطاطة وبتعرف الناس هنا بتقولوا أنت يعني أنت مخير أصبح دائما رح يروح على على جانب أنه ما يتقدم للضرائب رغم أنه يعني الأسلم أنك تكون مسلم إقراراتك الضريبية حتى تكون كليرانس دائما نعم يعني أنا بحب نستفيد من حضرتك أستاذ إبراهيم أنه نقول للناس حضرتك نائب رئيس جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات تقدروا تروحوا على موقع الجمعية جمعية نعم موجودة نعم جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات على فيسبوك وأيضا موقع ضريبة الدخل اللي هو ISTD Income and Sales Tax Department ISTD.gov.jo كمان عم بحطوا فيديوهات تعريفية كيف تقدم الإقرارات الضريبية نعم نيجي إلى السؤال هل التبرعات تعتبر من الإعفاءات؟ تمام سؤال جميل الآن إحنا لما حكينا قبل قليل عن موضوع الإعفاءات اللي هو 9000 دينار زائد الخمس تالاف هدولا التبرعات لجسة مشمولة من ضمنه لا فيه ناس نعم فيه ناس بعتقد أنه التبرعات هو بند آخر من ضمن الإعفاءات اللي بتقدر تنزلهم أنت خارج نطاق إعفاءاتك الشخصية هدولك اسمهم إعفاءات شخصية وعائلية هنا فيه إعفاءات أخرى أنت بتقدر تنزلها إذا كانت لمؤسسات عامة زي صندوق الزكاة زي لأي جهة حكومية تنزل بالكامل يعني إذا أنت دخلك الخاضع 10 ألاف دينار ومتبرع 10 ألاف دينار بتقدر تنزلهم وبالتالي ضريبتك زيرو إذا كانت دخلك الخاضع 10 ألاف دينار وكنت متبرع لأي جهة أخرى نوادي أو جهات خيرية ودينية وثقافية ورياضية إلى آخره موافقة عليها من رئاسة الوزراء طبعا هذه هي مشروطة أنها تكون عليها موافقات بنزل لغاية 25% من الدخل الخاضع يعني إذا أنت دخلك الخاضع 10 ألاف دينار تمام قبل ما تنزل عشرائح وتبلج تحسب ضريبتك بتشيل منهم 25% اللي هي تصل إلى 2500 دينار ممكن تنزلهم من هذا 25% من الدخل نعم سيد إبراهيم بس هيك بصورة سريعة تحكي لنا شو هي عقوبة التخلف عن تقديم الإقرارات الضريبية هل في عقوبة المادية أول إشي اللي هي موضوع إذا كنت منزم أنت كشخص طبيعي في غرام اللي هي 100 دينار تمام والشركات إحنا ما حكينا عن شركات نهائية إحنا طبعا الآن كل بنحكي على الأفراد لكن أنا في البداية اختصرت فيها لكن أنا عممت إنه أي شيء اسمه شركي عندك شركي أنت يجب حتى سواء عاملي غير عاملي في دخل ما في دخل الأصل أن يقدم كشف عنها هذا قولا واحدا ما عليها خلاف تمام وما فيها إعفاءات ولا فيها شيء الدخل الصافي ضرب حسب الشريحة اللي بتخضع لها منرجع لسؤالك اللي هي شو الغرامات أو شو الأقوبات الغرامات اللي هي إذا كان أفرد ميت دينار وإذا كان شركة اللي هي ذات مسؤولية وتضامن وتوصية تلاث ميت دينار والشركات الأخرى اللي هي المساهمة العامة أو المساهمة الخاصة ألف دينار هاي غراماتها نعم المشكلة مش في الغرامات برضو هاي هاي الغرامة يقولي بسيطة يعني في ناس فكر أنه خلص قولك الميت دينار بتفحها وكذا لا إذا صاحب هلا فيه عندنا بالقانون شغلات كثيرة فيه تقدير إداري يعني إذا أنت معروف عنك أو فيه عندك هستوري أنه أنت عندك دخل وما تقدمت فيها فيه إشي اسمه تقدير إداري ثم تقدير أولي ثم تقدير إداري فيه مراحل بالتقدير أو هذا أنت بغينة عنها أنك تدخل عليها وما بعرف الوقت إذا بسمح فيه معلومة مهمة نتهينا بس يلا معلومة جدا الآن عملية التقديم هل هي بتضر ولا بتنفع ولا أنا ملزم حسواء ملزم ولا مش ملزم لازم الكل يعرف شغلي أنه حتى اللي بعد عمرنا طويل لأي واحد بتوفى لن يحصل لن ينقل إرثه إلا بالحصول عبراء الذنية وبالتالي لو غاب كل هذه السنين لابد أنه يرجع ويتقدر دخله وفق القانون فهذه معلومة ضرورة نحكي شكرا إلىك أستاذ إبراهيم حرب المستشار الضريبي ونائب رئيس جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات شكرا شكرا للمشاهدة